السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخواني في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله اخواني الكرام سنتعرف على بعض المعلومات قبل ان تقوم يعني بتصميم اي بطارية فيجب عليك معرفة هذه المعلومات معلومات يعني قد تفيدك يعني في اه تجميع البطاريات ومعرفة كذلك الامور التي يجب عليك ان تتخذها قبل ان تقوم بجميع اي بطارية فنبدأ على بركة الله اخواني الكرام فليتصميم اي بطارية سواء البطارية او بطارية لدرجة كربائية او اي بطارية كيفما كانت فيجبك الاعتماد على هذه القاعدة اخي الكريم قبل ان تقوم بجميع اي بطارية فكما هو معلوم بطاريات اليوتم اخواني الكرام فالفولت الخاص به دائما هذه البطاريات كلها فهي تلاتة فاصلة سبعة فولت عند عملية اتمام او الشحن اه عند تكون تكون مشحونة بالكامل فهي تصل الى اربعة فاصلة اثنان فولت هذا هو يعني الفولت الخاص بهذه البطارية بهذه البطارية اخوان وللتصميم اي بطارية اخي الكريم اه فمثلا تريد ان تصمم او تصنع بطارية بتروتينة مثلا اه بطارية ستة ستة وتلاتون فولت فيجب عليك مراعاة او معرفة الامبير الخاص او السعة الخزينية للبطارية وكذلك المقاومة الداخلية للبطارية كيف ذلك اخواني اخي الكريم فاولين يجب عليك ان تتوفر على شحن لمعرفة السعة الخزينية للبطارية فعلى سبيل المثال تقوم اول مرة تقوم بشحن البطارية تضع على هذا الشكل فهو غني التعريف ومعروف عندما تقوم بتوصيله اخي الكريم وتقوم متنا بتوصيل جميع البطاريات على سبيل المثال هذه البطارية فهي الان تشحن هذه البطارية فهي بدأت عملية الشحن لاحظوا معي هنا مي ميلي امبير هنا يتم حساب عندما يتم يعني اكتمال عملية الشحن فستجدنا يعني الفولت او اعفوا الامبير الخاص بهذه البطارية فالان بدأ الامبير في التصاعد يعني ثلاثة امبير بدأت تشحن يعني بدأت بدأت عملية الشحن والفولت فهو كما تلاحظون ثلاثة فاصلة خمسة فولت ثلاثة فاصلة خمسة فولت كما تشاهد اخواني الكريم بدأت الآن يعني فالامبير الخاص بالبطارية ستجده مكتوب هنا مثلا اذا كانت البطارية صالحة فستجد مثلا الفين ملي امبير او الفين و مئتان او الفين على حسب كل بطارية والسعة الخزينية الداخلية التي تحتوي عليها فمثلا يعني نريد ان نصم من بطارية فمثلا اريد بطارية بثلاثة امبير او اربعة امبير مثلا هذه بطارية بها اثنان امبير مثلا لازالة جيدة هذه بطارية اثنان امبير كذلك هذه بطارية بها اثنان امبير كذلك هذه بطارية بها اثنان امبير نقوم بربطها على التوازي على هذا الشكل مثلا. سنحصل على ستة امبير. مثلا. هذه بيا اتنين امبير اثنين امبير اتنين امبير يعني الفين ملا امبير ايا اثنين امبير. سنحصل على ستة امبير. ونقوم كذلك بجمع بطاريات اخرى على هذا الشكل. لاحظوا معي. نقوم بربطهم على التوازي وهنا هنا لدينا الينا ستة امبير وانا عندنا ستة امبير ستة امبير ستة امبير ستة امبير يعني نقوم بربطهم على التوازي على التولي هذا الربط على التوازي وهذا الربط على التوازي بحيث نقوم بتلحيم سلك الموجة بالجميع هذه الموجة موجة هذه البطارية سنقوم بدمجهم مع بحيث يصبح لدينا موجة واحد وهنا سالب واحد للبطارية بحيث هنا تصبح لدينا بطارية واحدة بستة امبير وهنا كذلك تلاتة صفائح حتى نحصل يعني على الفولت الذي نريد فمثلا هذا التوالي سنقوم بدمجه هكذا موجب هذه البطارية مع السلم هذه البطارية سيصبح لدينا هذا كم كنا اربعة فولت مثلا سيصبح لدينا تمانية فولت عندما نقوم باضافة بطاريات اخرى على هذا الشكل اثنى عشر فولت واكذا ستة عشر فولت بطاريات اخرى بنفس الامبير تقريبا نجير هنا فولت حتى نصل الى ستة وثلاثون فولت حيث نقوم بربط البطاريات على التوالي لمضاعفة الفولت وكذلك التوازيل نقوم بمضاعفة الامبير هنا سالب الموجب سيهتم ربطه مع السالب واكذا يعني ادواء التوالي كما قلنا هكذا واكذا بطارية موجب مع السالب وموجب مع السالب وكذلك الموجب مع السالب حتى نصل الى ستة وثلاثون فولت يعني جيد او بامبير تقريبا لنقول ستة امبير حيث يعني جيد ولكن الخالة اخي الكريم الذي او المشكلة التي ستقع به فيجب عليك حساب يعني الامبير لكل بطاريات يجب عليك فحص جميع البطاريات مثلا لدينا هنا لنفطر المثلة الذين هنا اثنان امبير اثنان امبير وهذه البطاريات كلها اثنان امبير ولدينا بطارية واحدة بها مثلا واحد امبير واحد امبير فشماعي البطارية كلها فيها اثنان امبير وبطارية واحدة فيها واحد امبير فهنا مشكلة عندما تفرغ هذه البطارية اخي الكريم تصل الى يعني لحد الاقصى يعني تفرغ فستفصل الشحن تلقائيا عندما تفرغ هذه البطارية ستفصل الشحن وستفصل يعني عن جميع البطارية لن تشتغل البطارية او اذا تلفت هذه البطارية تلفت يعني تم اتي هذه البطارية تلفت فس يعني البطارية سيصبح بها خلال وهذا هو المشكل الشائع في البطارية يعني الترطيني والدرجة الكهربائية بحيث عندما تقوم بصيانتها تأجد بطارياتين او اربع بطاريات هم سبب المشكلة وما سبب يعني يعني البطارية او الدرجة لن تقلع. فبطارية واحدة او اثنان تسبب لك هذا المشكل. فيجب عليك اولا ان تقوم بتسمي بطارية. تأكد من انها تحتوي على سعة خزين جيدة. با امبر جيد وكذلك يعني اه المقاومة الداخلية. هناك جهاز لفحص المقاومة الداخلية لكل بطارية. يمكنك شراء ايه. اما هذا الجهاز هو يعطي يعني المقاومة الداخلية للبطارية. يعني تجد هنا مقاومة كلما كانت مقاومة صغيرة. فهذا الجهاز او مؤشر جيد. كلما كانت اعلى. فالبطار يعني اه مقاومة عالية. كما تلاحظون اخواني هنا اثنان واربعون. ولكن هذا يعطيك يعني تحقيق جيد. هناك اجهزة او جهاز اخر يمكنك فحص المقاومة الداخلية للبطارية بشكل صحيح ودقيق. فهذا الجهاز انا لا اعتمد عليه في فحص المقاومة الداخلية. لذلك فهذه النقطة يجب عليك ان تتأكد منها. حتى وان قمت بشحنها وفحصتها ستجد يعني الفولت جيد. ولكن تفرغ بسرعة. فعلى سبيل المثل تجد تجد مثلا مشحونة. هذه البطارية هي مشحونة اربعة فولت فاصلة خمسة عشر فمشحونة جيدة. ولكن عندما تقوم بتشغيلها وربطها فستفرغ بسرعة. الامبير اصبح بداخلها ضعيف. وبالتالي ستسبب لك مشكلة في باقي البطارية او باقي الخلايا. بحيث ستفصل الشحن عن جميع ستفصل يعني الخدمة عن جميع البطاريات. يتم الاعتماد في التوالي في التوالي هذه قاعدة يعني يجب ان تعرفها اخي الكريم. في الربط في التوالي. دائما يتم الاعتماد على قل امبير عندما تصل البطارية. هذه البطارية اضعف امبير عندما تفرغ. خلاص ينتهي يعني اه فتس تفصل البطارية. لذلك اقل امبير في البطارية والذي يتم الاعتماد عليه في التوالي. اتمنى ان كن يعني قد اه وضحت كل شيء اخواني كرام. والى فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.